قال الرئيس الروسي بلاديمير بوتن أن الاتحاد الأفريقي رسخ نفسه كآلية فعالة للتعاون السياسي والاقتصادي والإنساني متعدد الأطراف ويلعب دورا مهما في تسويت النزاعات والأزمة المحلية والتعزيز علاقات الجوار والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية قال الرئيس الروسي في رسالة بعث بها إلى قمة أدسابابا ونشرها موقع الكريملين إن روسيا والدول الأفريقية توحدهما الرغبة في بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب يقوم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولية وخال من أي أشكال من أشكال التمييز أو الإملاءات القصرية أو ضغوط العقوبات وأعرب بوتن عن ثقته فأن مؤتمر القمة الروسية الأفريقية الثاني المقرر عقده في سانت بيترسبيرغ في يوليو القادم سيتيح تحديد أهداف جديدة لتوسيع التعاون بين الاتحاد الروسي وشركائه الأفريقى ترجمة نانسي قنقر